عقدت حملة المرشح الرئيسي فريد زهران لقاء جماهريا في قرية تاصول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يأتي ذلك ضمن الجولات الانتخابية للحملة لعقد مؤتمرات جماهرية في مختلف المحافظات للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح وعرضه على الناخبين إذا ما نعرفين لم تعلن القائمة أنها المرشحين إلا في 9 نوفمبر ففي ظل هذه الفترة القصيرة بنحاول نتخرك بقدر الإمكان وبنحاول نعمل مؤتمرات ولقاءة مباشرة مع الناس في المحافظات المختلفة يعني عملنا في أسيوط في الغنائم وفي ساحل السليم وفي أسيوط عملنا في الفيون في المدينة عملنا في طامية عملنا في السرس الامن وفي عملنا في البدرشين يعني في أسوان وفي أدفو يعني نحاول نتخرك في كل المحافظات سواء في واجه بحري أو جبلي أو يعني ده جنب إلى جنب مع استخدام وسائل أخرى زي وسائل التواصل الاجتماعي زي اللقاءة التلفزيونية زي المطبوعات إلى آخره ولكن في كل الأحوال فترة الانتخابات قصيرة واحنا بنحاول نستغلها بأفضل شكل ممكن يعني التغطية الإعلامية للمؤتمرات دي ممكن توصل الخطاب بتاعنا الأكبر عدد ممكن من الناس ترجمة نانسي قنقر